بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين حالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كابب كفار لو أراد الله أن يتعد ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهر قلق السماوات والأرض للحق يكور الليل على النهار ويكور النار على الليل وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز الرفاق قلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعاب ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث جانبه الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرقون إن تكفروا فإن الله رئيب عنكم ولا يرطى لعباده الكفر وإن تشكروا يرطى لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم لما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا وجعل لله أنزادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا منك من أصحاب النار أما هو قانت الآن الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا آشئكم من ربي قل إن القاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القسرى لهم من فوقهم فلل من النار ومن تحتهم فلل ذلك يقوّف الله به عباده يا عبادي فاتقوا والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت كنت جمنوا بالنار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرق من فوقها غرق فبنية تجري من تحتها الأذكار وعد الله لا يكمل الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرا مختلفا ألوان ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يجعله أقاما إن في ذلك لذكران من الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك من الضمان الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية اقشعروا منه دنود الذين يخشون ربهم ثم تلين ثم تلين بلودهم وقربهم إلى ذكر الله ذلك أود الله يهيي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وكيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الحزي في الحياة الدنيا ولعناب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عود لعلهم يتذكرون ضرب الله مهلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لربل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثروا لا يعلم إنك بيت وإنهم بيتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصر فمن أطلق ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مفوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتذاف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل بالله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تفحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتزئون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغدة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدا لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكفرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوبهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحتقن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضغيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام يرون وأشرقت الأرض بنه لربها ووضع الكتاب أجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئسمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخذوها قالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حابين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زمرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر